طموح البشر ليس له حدود وخاصة فيما يتعلق بالأرقام القياسية والتنافس بين الدول بناء المباني الشاهقة هو أحد الأمثلة على هذا التنافس فعلى مدار المئة سنة الأخيرة كان هناك تنافس شديد على ذلك بسبب التقدم الهائل في الهندسة المعمارية هذا الفيديو سيأخذنا في رحلة مع أطول المباني التي بناها البشر منذ فجر التاريخ ابقوا معنا أهلا بكم أطول مبنى عرفه التاريخ كان الهرم الأكبر في مصر هرم خوفه فبطول يصل إلى 146 مترا ونصف كان هذا الهرم مثالا للطول الشاهق الذي لا يمكن لشيء تجاوزه وقد حافظ على هذا اللقب لفترة طويلة جدا يقدر تاريخ بناء هذا الهرم إلى العام 2560 قبل الميلاد وبهذا لم يتجاوز أي مبنى طول هذا الهرم لمدة 3871 سنة ففي العام 1311 كسر هذا الرقم التاريخي من قبل كثدرائية لينكل في بريطانيا والتي كان ارتفاعها 160 مترا لتتجاوز ارتفاع الهرم خوفه ب13 مترا ونصف فقط استغرق بناء هذه الكثدرائية 126 عاما بينما تقدر فترة بناء الهرم خوفه ب20 عام فقط استمرت هذه الكثدرائية كأطول بناية في العالم لمدة 573 سنة حيث أخذ نصب واشنطن التذكاري هذا اللقب في العام 1884 بطول يقدر ب169 مترا استغرق بناء هذا النصب التذكاري 36 عاما وتم تشيده تكريما لجورج واشنطن لم يحافظ هذا النصب التذكاري على اللقب لفترة طويلة حيث بعد خمسة أعوام فقط كان برج إيفل قد أصبح جاهزا بطول يصل إلى 300 متر استغرق بناء هذا البرج عامين فقط وبالمناسبة في العام 1950 تم وضع برج اتصالات فوق برج إيفل ليصبح الارتفاع النهائي 324 مترا حافظ برج إيفل على اللقب لمدة 41 عاما حيث كسر هذا الارتفاع في العام 1930 من قبل مبنى كريسلر بطول يعادل 319 مترا الذي لم يفرح بهذا اللقب طويلا حيث كسر اللقب في العام الذي يليه من قبل مبنى إمباير ستيت في نيويورك بارتفاع وصل إلى 381 مترا الذي تم إضافة أبراج فوقه هو الآخر ليصبح ارتفاعه الحالي 443 مترا 36 سنة لاحقا كسر هذا اللقب من قبل برج أستان كينو في موسكو بطول بلغ 540 مترا وهو برج اتصالات ضخم للتلفاز والمذيع هذا البرج هو أطول مبنى في قارة أوروبا في وقتنا الحالي بعد ذلك وفي أواخر الستينات وبداية السبعينات بدأت أبراج الاتصالات بالوصول إلى ارتفاعات شاهقة جدا ليكون أطولهم برج الراديو في مدينة وارسو في بولندا بارتفاع وصل إلى 646 مترا في العام 1974 الذي لم يسمد كثيرا وانهار في العام 1991 مع هذا لم تستطع أي بناية كسر الارتفاع الذي وصل إليه هذا البرج حتى العام 2008 من قبل برج خليفة بارتفاع وصل إلى 830 مترا استغرق بناء هذا البرج أربعة أعوام لكنه لم يتم افتتاحه حتى العام 2010 بسبب إجراءات الأمان والسلامة وإضافة بعض التعديلات على الشقك السكنية هذا المبنى العملاق لم يكسر لقب أطول مبنى في العالم فقط فهناك الكثير من الأرقام القياسية التي حصل عليها هذا البرج أذكر منها هو المبنى صاحب أكثر طوابق في العالم ب160 طابقا من أجل الوصول إلى آخر طابق من سطح الأرض يجب صعود 2909 الدرجات وهو المبنى صاحب أطول مصعد في العالم حيث يمكن صعود 504 أمتار باستخدام مصعد واحد فقط حيث يجب استخدام مصعد إضافية بعد ذلك سرعة هذا المصعد تبلغ 64 كم في الساعة وهو رقم قياسي أيضا وهو المبنى صاحب أعلى مطعم في العالم على ارتفاع 441 مترا أي في الطابق المائة واثنين وعشرين ويتسع هذا المطعم لمائتين وعشرة أشخاص بالإضافة إلى العديد من الأرقام القياسية الأخرى بسبب طول هذا البرج الشاهق هناك الكثير من الأمور الغريبة أيضا سأذكر قصة واحدة منهم وهي مشكلة غروب الشمس لو كنت على سطح الأرض وحان وقت غروب الشمس سيمكنك رؤية ذلك بالنظر إلى جهة الغرب بعد ذلك لو كنت بصعود مبنى مرتفع بسرعة سترى غروب الشمس مرة أخرى بسبب انحناء الأرض فسيتاح لك رؤية مدى جديد لم يمكنك رؤيته من سطح الأرض وهكذا بما أن ارتفاع برج خليفة شاهق جدا هذا يعني أن الناس في الطوابق المرتفعة هم آخر من يروا غروب الشمس لهذا في الواقع قام بعض مفتين الإمارات بإصدار فتوى للناس الذين يعيشون في الطوابق المرتفعة في برج خليفة بأنهم يجب عليهم أن يفطروا في رمضان دقيقتين أو ثلاث دقائق بعد إفطار الناس الذين يسكنون في طوابق قريبة من سطح الأرض بسبب تأخر غروب الشمس لديهم بالطبع هذا البرج لن يحافظ على هذه الألقاب طويلا فهناك العديد من المباني المقترحة والمخطط لها التي ستتجاوز هذا الارتفاع بكثير أذكر منها برج جدة المتوقع بأن يكون جاهزا في العام 2020 بارتفاع سيصل إلى كيلو متر فوق الأرض برج بيونك في الصين بارتفاع سيصل إلى 1228 مترا برج سكايمايل في اليابان بارتفاع سيصل إلى 1700 مترا هرم شيميزو السكني في اليابان بارتفاع سيصل إلى 2004 أمتار برج مدينة دبي بارتفاع سيصل إلى 2400 متر برج ألتما في الولايات المتحدة الأمريكية بارتفاع سيصل إلى 3218 مترا وأخيرا مشروع إكس سيد 4000 في اليابان بارتفاع سيصل إلى 4000 مترا لا أحد يعرف إذا كانت هذه البنايات ستبنى فعلا أم سيتغير المخطط كما حصل مع الكثير من المباني الأخرى أخيرا وبما أن أقصى الارتفاعات المبنية أخذت من قبل المباني السكنية وأبراج الاتصالات والكنائس سأذكر بعض المباني الأخرى التي حازت على أرقام قياسية بسبب ارتفاعها أطول جسر تم بنائه في العالم هو جسر ميلو في داكت في فرنسا بارتفاع وصل إلى 343 مترا أطول سد تم بنائه في العالم هو سد جينبينغ واحد في الصين بارتفاع وصل إلى 305 أمتار أطول دولاب هواء تم بنائه في العالم هو دولاب هاي رولر في الولايات المتحدة الأمريكية بارتفاع وصل إلى 167 مترا ونصف أطول أفعوانية أو ما يعرف بقطار الموت تم بنائها في العالم هي كينغ داكا في الولايات المتحدة الأمريكية بارتفاع وصل إلى 139 مترا أطول منارة في العالم تم بنائها هي منارة جدة بارتفاع وصل إلى 133 مترا أطول تمثال تم بنائه في العالم هو تمثال معبد الربيع لبوذا في الصين بارتفاع وصل إلى 128 مترا وأخيرا وللفكاهة أطول برج صنع من قطع الليغو في العالم وصل ارتفاعه إلى 35 مترا في إيطاليا شكرا لمشاهدتكم إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر أعجبني واشترك في صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد